اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هو عارفين انتو الكود الخاص بيها مفاتيح ايه اللي النهاردة بنتكلم عليها الغالية اوي دي مفاتيح السعادة النهاردة هنتكلم عن السعادة تعالوا كده نحكوا مع بعض كده ايه من البداية دلوقتي بقينا لو يوم عدة اللي هو ايه ده انا فرحانة النهاردة انا مفتوطة ده يكتب كده في مذكراتي يكتب في التاريخ ليه لان كلنا بندور عن السعادة بس فيه ناس عارفين يعني ايه سعادة او فيه ناس عارفة توصل لدرجة السعادة وفيه ناس ممكن يقبضوا عمرهم كله يخلص وما وصلوش للسعادة فاكريني يسرى لما كانت بتغني بتقول السعادة هي ايه السعادة هي ايه السعادة هل هي احساسنا بالرضا يعني هل لما انا ارضى ببقى سعيدة فيه ناس راضين بس من السعادة طيب ناس تانية تقولك السعادة لا السعادة فلوس 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 كتير اديني انت بس الفلوس الكتير قوي دي وانا ابقى سعيد جدا واعمل كل حاجة واجيب كل اللي نفسي فيه ياخد الفلوس وفجأة يعني ربنا يا رب يشفي الجميع تلاقي طلع مرض صرف عليه كل فلوسه ومش حاسس بالسعادة ولا عارف يشتري لا صحة ولا سعادة طيب يعني لا الفلوس ولا اي حاجة ممكن توصلني للسعادة لا فيه فيه ان انا اعرف ازاي انا اعرف انا هبقى سعيدة ازاي ويبقى ده هدفي واوصل له ايمان سعيدة في حاجة معين ممكن مونة سعيدة في حاجة تانية محمد لا سعادته في شغله مش سعادته في انه هو يسافر ولا يعمل شوپنج كل واحد فينا عنده عنده سكة كده يعني ايه زي يقولك كل شيخ وليه طريقة احنا كل واحد فينا كل شيخ وليه طريقة طيب لما انا ابتديت اقرأ الموضوع واعرف ان السعادة برضو مرتبطة بهرمونات وده اللي خلاني زمان فعلا انا كنت بعمل موضوع زمان عن الادمان وعلاج الادمان والاكتئاب يعني احنا برضو كنا تكلمنا قبليك عن الاكتئاب على فكرة فيه الدكاترة النفسية بيكتبوا ادوية معينة بتقلل الاكتئاب وبتزود هرمون الدوبامين او الاندورفن طبعا كتير يعني كتير الاندورفن ده يمكن عدت علينا الفترات اللي فاتت طب لا نقف هنا بقى ستة ايمان ونعرف الله يعني السعادة مرتبطة بالهرمون طب الهرمون ده هنا من المخ الهرمون بفرزه المخ طب مدام بقى فيه مخ وفيه هرمونات بتدي سعادة ده يخلينا نسأل سؤال اللي انت عايزة تسألهولي دلوقتي طب لو هو كده نقدر بقى بأدوية مدام علم يعني مدام هو فيه علم نقدر انا اتحكم ان انا نعلل الهرمون السعادة او اناقص هرمون السعادة ده بقى اللي النهار ده قلنا لازم نتكلم فيه لازم نعرف لو انا ما عنديش الحاجات اللي في حياتي تسعدني هل الهرمونات دي قدر اتحكم فيها عشان نبقى سعيدة عشان نبقى مبسوطة هل حالة السعادة دي اللي كلنا بنجري وراها ممكن نوصلها بالعلم هيكون معانا النهار ده ومشرفنا الدكتور محمد صوان استاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري سويني ويبقى معانا في الاستوديو ومعاكم مشاهدينا ويحكا انا ونبتدي بقى حلقتنا وحلقة السعادة لا دي حلقة مزاي اي حلقة كله يععد وكله يسمع ونشوف هنبقى صعدة ازاي والسعادة دي هنشتريها منين نهار ده مفاجأة كبيرة جدا خلونا الاول بنرحب الدكتور ضفنا العزيز الموجود معانا النهار ده الدكتور محمد صوان استاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري اهلا بحضرها يا فندم واهلا باستاذ المشاهدين جميعا اهلا بيك وانا مبسوطة جدا بالحلقة دي وبنسعى لها بقى انها فترة تمام يعني اه وانا فريق العمل كله بصراحة يعني السعادة السعادة هي ايه انا عايزة اقول يعني خلينا الاول نبتدي كده لفة بسيطة عمية تمام بعيد عن شغل المزيعات تمام تمام كده تمام واتفقين واتفقين بص بقى احنا مبدئيا بنسحب مود وننزل بمود ونرجع بيتنا بمود طبعا مشي ففيه فيه جنان يعني تبقى صاحي هادي فجأة تبقى عندك نيار عصبي فجأة تبقى بتضحك جدا وانت راجع في العربية كئيب وبتفتكر ذكريات غريبة وتقط عايد الستة فجأة احنا عارفين ان الستة اثناء الدورة الشهرية او البريوت او بيبقى عندها شوية لغباتة هرمونات هنتكلم فيها طب الستة عندها لغباتة هرمونات هي بتولد وبتحمل وبتردع وبيتلها دورة شهرية وبيام كلها الراجل ليه يصحى الصبح بمود ويقول لها ان العفريب بتتنطط في وشي وانا مش عارف مالي يعني انا بقاني فترة كده بتعصب لو قحدي طب انت عندكش هرمونات بتدفع زي الستة فاحنا هزين نعرف هي المودات العالية والواطية دي فجأة اف داون اف داون اه ايه اللي بيحصل طيب خلينا الاول نعرف حاجة بسيطة جدا هي المشاعر بتاعتنا وبتبقى ريفلكتد او منعكسة على تصرفاتنا ولان العكاس ده هو المنتج النهائي مش هو ده البداية يعني ده اخر القصة لكن اول القصة دايما دايما هي هرمونات موجودة في الجسم يعني بداية المصنع اللي بيصنع السعادة او بيصنع القلق او بيصنع الاكتئاب او بيصنع ان حد عنده خوف من حاجة او بيخلي موت كويس او بيخلي واحد بيذاكر في الصيف وما يعرفش يذاكر في الشتاب ويقى سعيد جدا في الربيع بيكتئب في الخليف البداية كلها هرمونات وعشان السادة المشاهدين من طولش عليهم الهرمونات دي عبار عن تعريفها ايه هي شوية كيميكالز او مواد كيميائية بتتنقل من جزء الى جزء جزء في الجسم بيفرزها لجزء في الجسم بيعمل وظيفة معينة بس هي مش واحد او اتنين او تلاتة هي ملايين الالياف العصبية لما بتتنقل لها الهرمونات بمكس معين بيطلع في الاخر برودكت معين خلينا نسهلها اكتر يعني المصنع الرئيسي عشان انا في البداية قلتوله منشتريها منين الساعات بالزبط يعني ممكن يبقى معايا فلوس كتير بس ما بقاش سعيدة طبعا ولا بالعربيات ولا بالفلل ولا بالطائرات الخاصة ولا باللبس ولا بالصفر ممكن تبقى سعيد فهي هرمون ده اكيد طب يعني انا جوايا مصنع طبعا انا جوايا مصنع طبعا فانا في ناس بتنقل حاجة من هنا بتوديع الجانب التاني حقيقي للمخ المخ اللي بيفرز وبيوصلها للجسم حقيقي المخ بيوصلها للجسم يا فندم وبيوصلها لأجزاء المخ التانية خلينا يا شبهة لحضراتك كده حد بيعني بيعمل مثلا أكلة كويسة بيحط نفس المواد الانجريديانس في الأول لو تحطت بطريقة مختلفة فتطلع الأكلة وحشة لو تحطت بطريقة أحلى فتطلع الأكلة وطعمها حلوة جدا هي نفس الانجريديانس فهي نفس المواد الكيميائية لو اتنقلت بنسب مختلفة لأجزاء من الجسم والمخ الإنسان بيشعر المشاعر المختلفة طب خلي تعال نبسطها أكتر نبسطها أكتر عرفني إيه اللي بيحصل خليني نقول مثلا على أمثلة بسيطة للسادة المشاهدين تقرب لهم القصة جدا مفيش حد في المصر ملعبش رياضة في يوم من الأيام حتى لو كان ماشي كويس أي حد بيلعب رياضة بيرجع من التمرين لو التمرين بسيط جدا ماشي بيبقى تعبان جدا لكن بيبقى قاعد مبسوط قوي صح ولا لا حتى هو تعبان الموت بتاعه بيبقى كويس جدا أنا لعب رياضة مش عشان لعب رياضة عشان في مواد كميائية بتفرز مع المشي مثلا ومع الرياضة الاندورفنز اللي حدقتك كرمتي وقلت إنها دي بتفرز دي من واحدة من هرمونات السعادة اللي بتخلي الموت بتاعنا very high mood أو موت عالي جدا وعندنا تقبل لحاجات وبيديكي انرجي الاندورفنز بيدي انرجي يعني بيدي طاقة بدن الجسم يعمل حاجة مع إن الجسم مجهد وتعبان من الرياضة لكن الهرمون ده بيفرز من ممارسة الرياضة الهوائية اللي هي ما بنهكش فيها وما بنهكش فيها الهرمون ده لما بيعرف يخلي الحد سعيد جدا مثل اتفضل لا كم بس أنا عايز أسأل اندورفن ده عشان دايما بنشوفه في إن ده الناس المدمنين ناتج على المخدرات أيوة هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى إحنا اللي بنغش من خلقة ربنا الاندورفن ده زي المورفين زي المورفين بس ده الطبيعي طب انت عارفه بيعمل ايه كمان ما يخليش روحد عايز يأكل فهم زي ويعمل ايه كمان ما يخليش ان هو عايز يأكل قول وفي نفس الوقت غير ان هو بيخليه سعيد بيخلي عنده تقبل لحاجات كتيرة جدا بيبقى تبقي وقف قدام جوزك اللي هو أنا مستعدة ان اتخانق دلوقتي بيقدر يتقبل بيقدر يتقبل بمنتهى السهولة حاجات وبيقل سبحان الله بيقلل الألم يعني الاندورفن أيوة زي المورفن اللي بناخدف في عمليات الجراحية فالحنا بنغش من خلق اتربانا بس الاندورفن هو زي المورفن بس ده بنسميه الاندوجيناس مورفن او المورفين الدخالي ده أنا بدي بس مثلا بسيط قد ايه احنا عندنا كنوز في الجسم ومحدش يعرف عنا حالي احنا بنروح بس نشتريها بطريقة غير شرعية هو هو احنا تعالي نرجع يا ايمان للسادة المشاهدين هو احنا زي ما بنعرفش نستغل الكلام ده هو الكلام ده مستغب فين انا اقول لعضرتك اصل القصة بها اصل الحكاية ان الهرمونز اللي موجودة دي بتطلع في اوقات معينة وبسايكلز معينة لان حياتنا كلها سايكلز حياتنا كل واحد سايكلز مختلفة عن التاني مثلا في الدورة اليومية وفي الدورة الشهرية وفي الدورة السنوية وفي الدورة الموسمية اللي بتاعت الخريفة والربيع والشتاء الهرمونز بتاعتنا بتطلع بطرق مختلفة لكل واحد عن التاني في الفترات دي مثلا انا عرف ازاي خارطي كل واحد لي خارط ده حقيقة حضرتك حطيت ايدك على الجزء مهم جدا ان كل واحد الهرمونز بتاعته بتبقى مختلفة عن التاني اكتر حاجة اشبهها لحضرتك بالكلام ده ان في ناس بتصحى الصبح بدري يبقى الموت بتاعها كويس اوي يا صح يا بدري لو الصح متأخر يبقى متعاكن صح ليه لان مثلا في هرمونز معينة بتساعد الكورتزون الطبيعي اللي بيدينا قوة تحمل الاول اليوم بتطلع عند بعض الناس بدري جدا وفي ناس بتطلع عندهم متأخر شوية اللي بيطلع عنده بدري ده شخص بيقدر يفنكشن او يؤدي وظيفه بدري عشان كده تلاقي حضرتك زميلك مثلا في القناة هنا او في اي حتة تلاقي ناس مثلا بتصحى بدري ايرلي بيرد انا بصحى بدري جدا وبشتغل بدري وفي واحد يبدأ يقولك انا بصحى عشرة ونص احنا بنسمي نفسنا ايه بقى يعني انا مثلا انا معروفة كمزيعة شخصية ليلية يعني احنا بعمل كل البرامج اللي بعد الده هو ده حقيقي اللي حضرتك بتقوليه وفي ناس يقولك ده شخصية نهارية يعني بيحب يصحى بدري وتلاقي يوم وكده بدأ الساعة 7-8 صبت وعلى فكرة بيبقى فرش وعنده طاقة وكمان بقى من ضمن الحاجات اللطيفة عن الهرمونز طب دلوقتي خلينا حاجة حاجة دكتور ما اتتوهنش مني مع حضرتك ماشي يبقى احنا قلنا المشي العادي اللي في الهوى ده الطبيعي من غير جم ولا فلوس ولا مصاريف ولا مدهود كبير ده بيخلي عندنا هرمون الاندورف بالزبط ايه تاني غير المشي المديتيشن المديتيشن اللي هي مش كل الناس تفهم يعني من هقوله هو من هحترجم هو الصلاة الدعاء الروحانيات اللي حد بيسمع موسيقى حد بيتأمل حد قاعد في هدوء او سكينة فهم زي ده لوحده بيعلل الاندورفن قوي ومين اللي بيجري وراه على طول السيروتونين اللي هو بتاع السعادة عشان كده الناس كتير جدا يقولك انا يعني لما بات عبو عايز ارتاح اخش اصلي صح او لما بقى انا قلقان جدا طب اسمع موسيقى او او فهم زي من ضمن الحاجات اللي بتطلع الاندورفن بالقوة هتستغربه ايه الحضن ايه ده ايوه حسيتك مترد ده لا اصلي ده احنا ده بنشوفها كل يوم في العائلات زي مين يا ايمان يا نم زي 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 الام وابنتها اه بالزبط وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطلع هرمونز زي الاندورفنز وزي الاكسيتوسن هرمونز دي بتاعت الانتمسي يعني الناس قريبين جدا من بعض ده بيدي احساس بالطمؤنينة والسعادة يطلعوا عشان كده دايما هو الحميمية العائلية الحلوة اللي هو اطبطب اللي هي حاجة ربتش موجودة انا بقول لولادي تعالى يا ابن موسف اطبطب عليك انت لا تستفيد وانا هستفيد يعني الحضن ده لما بنقول لأمهات والأهالي اخدوا ولادكو في حضنكو ده علاج ليكي ولولادي ده مش بس كده ده سبحان الله يا ايمان هانم ده الكلام ده عفوا الله هزيك ده موجود في الحيوانات لما بتلاقي مثلا ان اي ام من الحيوانات خلفت هي لازم تروح تقادل او تلمس ولادها ليه لانا الهرمون ده بيدي تمقنينة للولاد اللي موجودة حاجات احنا مش شايفينها سبحان الله طب ايه كمان ايه تاني بقى هقول لحضراتنا ايه الاسرار انه هدنا احنا معانا اسرار هرمونات السعادة ايه كمان بقى بيحلي السيروتونين والدوبامين بقوة اللي هما يخلوك بقى فمود حلو جداً جداً الموسيقى لا ان الموسيقى بتعلي السيروتونين والدوبامين بمنتهى القوة الاستماع لنوع الموسيقى يختلف من شخص لشخص الاكيد الاكيد انا ما بتكلمش على انواة الموسيقى اللي في الم degli Cleveland حضراتك ان تarmaية الترفقة ايها لا residential ما بتكلمش انا بتكلم عن الموسيقى هادية فيها meditation لان كل cultivون من برا أو إصارة من بره المخ بيستقبلها وبيتفاعل معها لأن في الآخر القصة احنا عايشين كلنا في قوضة في العالم احنا بنتفاعل وبنتأثر وبنؤثر في اللي حوالينا لما بتيجي موسيقى رزينة وهدية ولطيفة وصوت حلو رخيم احنا بنحبه غالبا بيحطنا المواد الكيميائية بتاعت الساعدة السيروتونين والدومين يطلعوا طب وإيه كمان وبعض الأكلات أنا في الحتة دي فعلا يعني أنا ممكن مثلا يعني أنا موزيعة راديو ففي ناس بتيجي يعني اللي هو فيه اللي هم بيعشاءوا صوتك بس لا شافوك دا حقيقة ولا تعاملوا معاك فييجوا يقولولي تبتدينا طاقة إيجابية فهل الصوت طبعا فيه ناس بتتعلق بناس وبيتجوزوا وبيحبوا بعض بالصوت التون لأن الصوت في الآخر خلي بالك يا إيمان هانم أن أي صهرة للمخ بيستقبلها عن طريق حواس المخ من ضمنها السمع السمع دا عصب السمع بيروح للمخ في الآخر ويخزن الأصوات في صورة معينة الصورة دي بتساعد على إفراز نوع معين من الهرمونز اللي ممكن تخليكي very accepting أو متقبلة أو بقى أو العكس هقولهولك مش ممكن ناس تشوف حد وتقولك لا والله الشخص دا يعني مش مرتحله أو من غير ما تتكلمي معه أو على إيمان ممكن تريد صوته شكله كلامه يعني أي حاج اللي هو الناس بتسميها دلوقتي ما فيش كاميستري ما بيني كاميستري ما بيني وبيني الكامياء دي جابتنا وراء دكتور الكامياء 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 الجزء دا يا إيمان هانم بتاع الكاميستري هو في الأخذ دي علاقة بالهرمونز اللي بتطلع لأن لقوا بقى حاجة لفل أعلى شوية أن مجموعة تفاعلات الهرمونات اللي في الجسم بتطلع انرجي حواليكي هالة من الانرجي حواليكي علشان كده تلاقي في بعض الناس وجودها مصدر سعادة مش حضرتك مثلا ليكي أصحاب ومثلا تقولي والله أنا لو مودي مش حلو أنا هكلم مثلا سالي فيكي تقعد معاها اللي هي دي بتثبط لي مودي مش بيحصل لكن الشخص ده بس هو آه طبعا يعني إيمان إحنا شعفين نقعد من غيرك بالزبط بس أنا ممكن إيمان تبقى أصلا متضايقة يعني إيمان ما عندهاش الطاقة ولا للباور إن أنا أفرح الناس اللي حوالي بس أنا مما بنزل وقعد وأتكلم برضو بديوم طاقة ما عافش إزاي ده مش أنا هقولك يا إيمان اللي بتقولي ده صح لأن الهرمونات بتاعتنا أول ما بنخش في مود السعادة بندخل نفسنا فيه دي بقى فيش السيركل ما بنعرفش نطلع منها هقولك إزاي إيمان يعني افرط حد إنتي قلتي مثل جميل جدا حد الموت بتاعه لأي سبب من الأسباب زوج أو زوجة أو ابنة مش حال مش حال وصابح النهاردة معك نيابني تعالى لا أنا أخرج لا ما ليش نمزاجه فهم زي مش الحل بالعافية الحل أنا هبدأ أعمل أتحامل مع الشخص ده للحاجات اللي هي بتستل بتحسن الحلل المزاجية بتاعه سواء أكلة معينة سواء موسيقى معينة أو سواء إن في بعض الناس اللي بيخلي الهرمونات بتاعة الساعدة بتقل قوي إن الشخص يبقى عنده مشكلة ومشكلة هو مش شاف لها حل طب ما يمكن مشكلة مرضية أنا عندي مرض معين بيخلي فارز الهرمون ده ما يتفرس في الجسم ده 100% إننا عندنا جزء كبير جدا من أمراض المخ اللي حتاك بتقولي ده صحيح 100% تشخصها الأساسي التغير في الشخصية لا إحنا ده كثرة برضو يعني وفهمي كل طيب طيب إحنا قبل ما نروح بقى للأمراض لأن تعالوا مصر فيها أكتر سكر وضغط وأورام وفي أمراض كتير جدا حوالينا فهل الأمراض دي بتأثر على فرز الهرمون السعادة ده بجسمنا برضو لازم نعرف لأن أكيد ليه علاج حضرتك ذكرت إن الأكل ليه عامل كبير أوي في هرمون السعادة طبعا نتيجي نشوف تقرير عن السلوب التغذية والأكل اللي بيدينا سعادة أرجوك ونرجع نتكمل مع بعض يلا بينا الأول نتكلم يعني إيه هرمونات الهرمونات دي مواد كيميائية بتطلع وتمشي في الجسم وبتعمل وظائف أو حاجات كتيرة جدا كل هرمون بيعمل وظيفة معينة أكوردنج بيطلع من إيه عشان يأثر على إيه الهرمونات دي بتتكون من بروتينات ومن دهون صحية فبالتالي الأكل اللي بناكله بيأثر تأثير دايريكت على الهرمونات بتاعتنا بيأثر على أن الهرمونات دي بتفرق فيه هرمون سعادة فيه هرمون زي الإنسولين فيه هرمون زي الغدة ففيه هرمونات كتيرة جدا جدا لها نيوترينز أو مواد غذائية معينة بتأثر عليها أو بتأثر على تكوينها لكن بصفة عامة لازم نكون بناكل أكل صحي متكون من جميع العناصر أهمها الدهون الصحية والبروتينات للي دي المواد الأسسية اللي بتكون منه الهرمونات الدهون الصحية هي الدهون اللي بتبقى غير مهدرجة وغير متحولة بتبقى زي الأوميجا ثري اللي في الأسماك وفي الشياسيدز اللي هي من حاجات نباتية وفي المكسرات أحسن حاجة لعين الجمل وبتبقى موجودة كمان في زيت الزتون في الأفوكادو كل دي بنسميها دهون صحية وفي البروتينات القليلة تدسم يعني عشان ما يبقاش فيها نسبة دهون عالية هي كده كده حتى لو دهون قليلة بيبقى فيها دهون صحية يمكن الناس كتير فاكرة أنه ما يأكل حاجات جامفود وحاجات مسكرة كتير الحاجات دي بتعلي المود للأسف هي بتعلي المود بصورة مؤقتة وبتنزله تاني فبتصبنا بالاكتئام أحسن حاجة تعلي المود وتخليه ثابت النشويات المؤقتة مثلا الحاجات اللي فيها ألياف فهتبقى الحاجات اللي هي زي الشفان زي الحبوب الكاملة البقول مثلا فيها حاجات مؤقتة نشويات مؤقتة فالحاجات دي بتثبت مستوى السكر مدة طويلة والحاجات دي بتخلي مودنا ستيبل لمدة طويلة حاجات تانية كتير قوي زي الفكهة والخضار بصفة عامة من غير أخش في تفاصيلها كلهم مليني مضادات أكسادة عالية جدا فيتامينات ومعادل اللي بتساعد على تكوين هرمون السعادة بصورة صحية وانه يطلع بصورة صحية الحاجات اللي فيها فيتامين سي مهمة جدا لنمضادات للأكسادة ومضادات الأكسادة من الحاجات اللي بتأثر جدا على حالتنا المزاجية وكمان الحاجات اللي فيها فالت أسد أو بي ناين ده فيتامين مهم جدا جدا لإنتاج هرمون السعادة شرب الماء كويس من الحاجات البسيطة اللي بتتنيسي جداً اللي بتأثر على تركزنا الأنيميا من الحاجات اللي بتأثر كمان على مودنا لأنه بتخلينا اللي عنده أنيميا بيبقى عنده إحساس بالتعب والإرهاق على طول فبالتالي بيبقى موده مش حلوة قوي مش قادر يتحرك فالأكل اللي فيه حديد كتير بناخد معاه فيتامين سي زي الخضروات الورقية اللحوم مع فيتامين سي بشرة لمونة عصرة لمونة على الأكل الحاجات تي بتفرق قوي الرياضة من الحاجات اللي بتزبط حاجات كتير جداً ما بنقولش روح جامع بنقولش ارتبط بوقت معين مجرد المشي نص ساعة من 3 ل 5 مرات في الأسبوع قد إيه بيفرق في مودنا قد إيه بيقلل الكورتيزول اللي هو السترس هورمون فبيفرق جداً 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 في المود بتاعنا بس لو تكلمنا على هورمونات بصفة عامة مش هورمونات السعادة خصوصاً لا يعني مثلا بنقول تمالي ما ناكلش حاجات فيها سكر أو نشويات بيضة كتير الصبح لأنه بيعلي هورمون الإنسولين ودي حاجة مش صحية بالنسبة لنا بتجوع وبتساعد على تقليل الحرق وتعمل حاجات كتيرة في الجسم ما بنحبهاش فيه هورمونات بتقلل الحرق طبعاً يعني زي مثلاً الغضة الدرقية لو فيه خلل في الهورمون عالي أو واطي يبتقلل الحرق يبتزوده الغضة من الحاجات اللي بتأثر جداً عن الوزن هورمون الإنسولين من الحاجات اللي بتأثر جداً عن الوزن هورمون الكورتيزول أو السترس هورمون من الحاجات اللي بتأثر جداً على الوزن وعامة لو فيه خلل في أي هرمون في الجسم يعني مثلاً هرمون السعادة رغم أنه مالوش علاقة مباشرة بالوزن بس لو أنا عندي اكتئاب كتير قوي بيروحوا للأكل عشان يتبستوا أو عشان يطلقوا هموهم أو عشان يلاقوا السعادة في طريقة الحاجات اللي أنا تجدبها عشان ما نزودش وزننا ونمشي جسمنا و هرموناتنا بصورة طبيعية الحاجات المقلية كتير لأن الدهون دي مش صحية خالص وإحنا قلنا إن الهرمونات بتكاوم من الدهون فدي مهمة قوي الحاجات اللي فيها نشويات بيضة السموم والبيضة أنا بسميها الده الأبيض وصكر الأبيض بأنواعه مكارونات كتير كيكات كتير حلويات كتير يعني مش لازم يبقى حلو بس ممكن يبقى حادق بيتزات كتير كل الحاجات دي أبيض وكل الحاجات اللي محطوطة في كياس أياً كانت اللي بنجيبها وإحنا ماشيين على طول وأي حاجة مكتوب عليها مكونات إحنا مش عارفينها لازم نركز إن إحنا بصفة عامة بناخد كل النيوترينس اللي جسمنا محتاجها من الأكل الطبيعي زي ما كنا زمان بنعمل بتاع البيت ما نخافش من أي حاجة طبيعية استمنا الطبيعي زبدة طبيعية أي حاجة طبيعية ما نخافش منها نخاف تمالي من الحاجات اللي بنكلها بره البيت معمولة من حاجات مش عارفين من إيه مش عارفين مصدرها إيه دي بتأثر جداً جداً على صحينا ونمو أطفالنا وحالتنا المزاجية وحالتنا الصحي ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وبعد تقرير وزي ما شفنا إن فيه أكلات يا دكتور بتنشط هرمون السعادة يعني حقيقة الناس اللي مدمنة على الشوكولات وليتقولك بتديني طاقة ده كلام عيد وده في الأغذية اللي احنا بنتناولها بتساعد جداً جداً المواد دي على إفراز هرمونات السعادة لأن الجوزء منها بيخش في التركيب بتاعها زي إيه زي زي الشوكولاتات الغمأة أو اللي بنسميها الدارك شوكولات الدارك شوكولات دي مع إن طعمها ممكن ما بقاش أحلى شان كده ما باكلهاش طعمها واش ده حقيقة بس دي بتزود قوي 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 الأفراز بتاع الهرمونات بتاعت السعادة الموز ده من الحاجات المهمة جداً 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 والموز وبالأخص السمرة والبياض اللي موجود في القشرة بتاعته ده أكتر حاجة بتطلع هرمونات السعادة هرمون الدوبامين والسيروتونين بيطلعوا بقوة بالموز ده مش عايز أقول لحضرتك إن في بعض البلاد زي بلاد الشرق الأقصى بيكلوا قشر الموز بيكلوا قشر الموز نفسًا بيحطهم في موز كويس ده صينتفك ده حقيقة والموز رخيص جداً ده حاجة من الحاجات التفاح لأن أنا مش عايزة نقلع المكسرات لأن المكسرات مش كل الناس تقدر تيجي بالمكسرات مش عايزين نقول دي بس أنا عايزة أقول لحضرتك إحنا عندنا موز مصري جميل وعندنا توفاح مصري وعندنا الشوكولاتة مش لازم الفوتاسيوم والماغنيسيوم بالضبط بالضبط أنا مش عايزة أخذ الناس تبقى بالنسبة لها قصة إن أنا أخش في موت سعادة صعبة لأن أنا الأغذية البسيطة إحنا كلنا لما بنشرب قهوة بيبقى ممكن نحط إن أكل حتة شوكولات جنبها صوبارة أو شوكولاتة صغيرة فأي بلد في أوروبا ولا في إنجلترا إحنا حطت لك حتة شوكولات في الفنجان الأهل عشان السعادة طب وإيه كمان بقى هو أحلى حاجة في الدنيا إنك تبقى سعيدة ومفوقة صح؟ الله عليك لأن الكمبيونيشن ده سواني أقولها عشان لازم دي تطلع عصش إزاي تبقى سعيدة ومفوقة ده أهم حاجة ليه بقى يخليلي الكلموت بتاعك كويس جدا وفي نفس الوقت أنت من كتر السعادة وألرت أنا مش عايزة نعمل تب ما تقولي سعيدة ومفوقة إزاي أنا مستنياك تقولي هنقوله فهم ما إزاي إحنا المركز اللي بيخلينا ما نبقاش مفوقين ونبقى دايما كسلانين وعندنا خون ونيمنين شوية اللي بيخلينا كسلانين إن في بعض الهرمونات اللي في الجسم ممكن تقلي شوية ذا الكورتزون كويس والكورتزون ده بيطلع عادة الصبح بيطلع بكمية كبيرة عشان ربنا سبحانه وتعالى يقدر يخلينا نستحمل اليوم بالسترسس بتاعته وبالليل يقل طب وعندنا مركز في المخ بتاع الإفاقة إن حد يبقى فايق مش نايم في مواد كميائية لما تقل ننام مين اللي بيعكس الكلام ده بقى أيوا الديني بقى وصلني واحد يا يون هنم الكافيين 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 القهوة يعني القهوة بقى قهوة والقهوة الدارك الدارك القهوة الغمع هي دي أكتر حاجة بنسميها أنالبتك بتفوق الناس لدرجة إن إحنا عندنا في التخصص جراحات المخ والأعصاب والعبود الفقر لما عندنا أي حد حتى لو دخل في كومة وبدأ يفوق يعني اللي بنسميها درجة الواقع بتاعته بقيت متوسطة لا هي حلوة جدا ولا هي وحشة بدلوا قهوة بردوا بقى بدلوا قهوة في الرأي حتى من قبل ما يفوق ويرجع بقى كأنه اللي هو افتح بقى بس خلي بالكم أنا بقول للسادة المشاهدين ده مش معناها إن إحنا هنشرب مضز قهوة نونستوط طب تقول إيه بقى للشباب يعني مش هنقول إيه عشان ما بقاش كلامنا أنا بحبش أتكلم بطريقة رسمية لكن في ناس كتير بشوفها يسحي ولك الله والله ما بفواش يغب فينجان القهوة عن الريق طب الريق ده مش يتعب معدته ويتعب صحيح 100% ويجي لك هبوط 100% خلينا الكلام على حاجتين وإحنا محتاجين نشرب قهوة دي في اليوم لو حد بيشرب قهوة بالزبط والحاجة تانية نشربها إمتى الجرعة الصح وإمتى ما تبقاش أوفردوز أول حاجة القهوة فيها ما يعرف باسم الهبتيويشن أو التعاود مش الإدمان في فرق من إن واحد متعاود يشرب شاي بنعناع بيحب أنا بحب طعمه وبخلي الموت بتاعي لطيف أنا عايزة نطلع فاصل وهنرجع عشان عارفة هنتكلم عن الهيرمونات دي ليها أدوية للناس اللي عندها خلل في فرز الهيرمون الأصلي في الجسم هل ليها أدوية ولا لأ وهنتكلم برضو إزاي في ناس كتير قوي بتنام بمهدئات ومنومات وحاجات بتخلي وأدوية العظم الناس اللي عندها مشاكل في العظم وخشونها في الركب والعمود الفقري بياخدوا أدوية غصبا عنهم عشان يمسكن فالمسكنات دي بتلعب برضو في خريطة الهيرمونات هنتكلم عن ده بعد الفاصل ما ترحوش بعيد ولسا بنتكلم على هيرمونات السعادة وهل المصنع اللي جوه جسم كل واحد فينا شغال صح ولا الموظفين بقوا بعافية لأن الموظفين اللي في المصنع اللي جوه جسمي هم دول اللي بيزودوني بكل الهيرمونات اللي أنا محتاجها في حياتي دكتور اتكلمنا على الناس اللي بتنام بمهدئات ومنومات وهم عارفين يعود يقولونهم ده كده انت ببوز الجهاز العصبي انت كده مش هتعرف تنام بعد كده غير بالمنومات دي بس فيه اوقات بنبقى فيها عندنا سترس عصبي جامد جدا ومين فينا ما عندوش ضغوط نفسية ومين فينا ما عندوش مشاكل نفسية فمنحاول ناخد حاجة تهدينا منحاول ناخد حاجة تقلل العصبية فننام ازاي والجسم هيرمون المسؤول عن النوم اني هيرمون طيب خلينا اقول له حضرتك فيه مركز اسمه راس راس الراس ده هو المركز اللي بيخلينا فيقين لما بيتعب بالنام مبدئيا يعني ده البطارية طول ما هيشغالة الناس صاحب اول ما البطارية دي تنام او الانرجي بتاعتها تقل فالنام ننام تشحن واحنا نايمين وكده اول ما تشحن تاك 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 تشارج نسحة ده باختصار جدا المركز اللي موجود في جزع المقل اللي اسمه راس ده المسؤول عن الصحيان والنوم لكن القصة اللي بتقوليها ان حد ينام بمهدق او بينام بمنوم ومش عارف ينام هو النوم ده مود يعني ايه مود يعني حالة احنا بندخل فيها نفسنا مرتبطة بتكرارية ان انا كل يوم بخش السرير الساعة كذا ده بيساعة جدا ان الراس يبقى متزبط بسهولة انه هيخش في مود النوم ده واحد اتنين ابعد عن الاسارات سواء البصرية او السمعية كل ليلة بنطلع المحمول ده اساس طول وانت نايمة تاك بتصحي مش شايفة مين بقت ايه بقى كده لأ وممكن كمان ابقى مشغالية على اي حاجة كده لغاية ما اروح في النوم بس برضو ببقى مش نايمة ومش صحية هو اللي انت بتقولي ده حقيقي لان النوم كذا مرحلة فيه مرحلة خفيفة وفيه مرحلة عميقة ديب سليب انت مع عمرك اللي عشان تنامي كويس انت تخش في ديب سليب يعني مش شايفة ومش سامعة ومش حاسة بقى اي حاجة حواليك لكن طول ما احنا شغالين باسارات صوتية او بصرية او سمعية او جسدية انا مش عارف انام كويس عشان كده ديما بنقول للناس قبل ما تخش تنام زبط الاوضة يعني ايه زبط الاوضة ايه اقفل النور خالص اتعود تقفل النور اصلا بحب اسيب ابجورة مولاعة او بحب اسيب موضة خليه برا الاوضة يعني متخلوش في الاوضة خلي جزء صغير او اللي بقى لكن انت عينك تبقى شايفة عشان تخش التنير طب يبقى رقم واحد لازم ادخل للسرير في معاد محدد وده الافضل صح رقم اتنين ما ينفعش ابقى التلفزيون شغال والكاس تشغال وانا عاد فانده صعب جدا ان الواحد يقفل الموبايل وانا عاد فانده صعب جدا ان الواحد يقفل الموبايل وانا يسيبه على جهر خمس ساعات مش هتموتك بالزبط كده خمس ست ساعات قفل الموبايل اعملوا سايلنت هيرمونات الستات احنا دايما نقولك ايوا الستات عطفية زيادة عن لزوم الستات بتنفعل بسرعة من مود لمود لمود ممكن تبقى مع ولادها بموت وتنزل شغلها بموت تاني ليه طول الوقت احنا عندنا مشكلة يعني فجأة تلاقيها جسمها سخنة جدا وفجأة بردانة جدا تقولك انا عندي لغبطة في الهيرمونات انا عندي مشكلة في الهيرمونات ايه الهيرمونات الخاصة بالستات اللي بتخليها حالات يقولك ايه الحالة جات المتهمين المتهمين ايستروجون والبروجسترون دو رقم واحد والبروجسترون اللي هم هرمونات الانوسة ومعاهم هرمونات الزكورة والسيدات عندهم جزء من التستوستيرون من رمونات الزجورة خلينا أقسمها لك ببساطة الشخص اللي بتتغير عنده الهرمونز بتتغير عنده المشاعر القاعدة الأولى اللي بتتغير عنده الهرمونز بتلعب مشاعره بتلعب عشان كده السيدات قبل البريود أو قبل الرجل بتاعتهم بتلاقي إن السيدات أو أبل الدورة الشهرية بتلاقي إن السيدات الموت بتاعها بتغير وعصبيين وتنس شوية لأن الفلكتويشن بتاع الهرمونز لوحده ده بيخلي الأعصاب ستريتشت جدا وتبقى زي ما بقوله على الشعرة اللي هو حد يلمس أنا بتعصر ورد فاعل بيبقى قوي جدا على حاجات على حاجات عبوطة جدا فأدي ده رقم واحد اتنين الليفل بتاع التستوستيرون اللي هو هرمون الزكورة اللي بيطلع فيه أجزاء بسيطة جدا منه في السيدات لما بيعلى لأي سبب من الأسباب فهمت زي الهرمونات الزكورة في السيدات دي جزء منها ممكن يفرس من المبايد فهمت زي ده بيخلي الستة عصبية جدا عشان كلا ممكن ده تلاقي ستات في الشغل انت بتصغير ايه ده مين ده مش مين دي اللي هو لا اوعى لا انا مش عارف ايه والناس بتقعد تقول يا جماعة دول عندهم الليفل اتقاس الكلام ده الليفل بتاع التستوستيرون عندهم عالي طب هل بقى الناس بلقى تفكر انه ممكن يبقى في يوم من الأيام في حاجة اسمها هرمون السعادة زي الأفلام زي الأفلام ده زي الأفلام ده اللي هو اخد كابسولة انا عايز اقول له حضورك انا عايز ابقى سعيد اخد القرصة عايز ابقى صريح عايز ابقى منافق يعني انا مسلا يسابقى منافق مش عارف انا عايز اقولك يا امير هنم ان العلم تطور لدرجة بقى في حاجة واحب السيدة المشاهدين في مصر لان البرنامج بتاعكو قيم وفعلا عايز يقول رسالة واضحة وده انا جاي في منتهى السعادة نقول للناس على حاجة فدى هو ربنا سبحانه وتعالى مش بس حطت الهرمونات في الجسم يعني ولله المسأل الاعلى لأ ده ربنا مسلا حطت الهرمونات بتاعت التفكير والحب والسعادة متركزة في الفصل امامي في الفصل امامي المخ الهرمونات بتاعت الغضب موجودة في اللوزتين ان هو في الجزء ده الهرمونات بتاعت كذا موجودة يعني الهرمونات متوزعة في الجسم بطريقة معينة سبحان الله الناس بنا اتفكر الاول فكروا بالعكس قالك يعني لو حد عنيف او قوي زي مثلا أمريكا فترة من الفترات عملوا الكلام ده حد مجرمين وكريمينل لو أنا أملت له عملية وفصلت الأجزاء اللي بتكونكت أو بتوصل اللي مسؤول عن العمف والعصبية اللي مسؤول عن العمف والعصبية اللي الناس دي هتتحسن لقوا أنه هم الناس دي تحسنت بس بوص منه عندهم حاجات تانية فقال لك لا ما بقوش بيحبوا ولا عاطفية يعني هو صلح حاجة وبوص خمس حاجات جنبها فقال لك لا مش المفروض ان احنا نعمل كده طب ما نجرب ندي للناس تابلتس تشابه الهرمونات بتاعت السعادة اللي هي ايه بقى ما نجاوي بقى لحده اللي هو الدوبامين والسرطولية الدوبامين العالم كله والسادة المشاهدين أرجوك وركزوا معايا لأن دي حاجة مهمة جدا في دلوقتي حاجة اسمها مش دلوقتي بقالنا فترة كبيرة بقالنا هدفوق 15 سنة اسمها نانو تكنولوجي نانو تكنولوجي حتى تخصصات الكليات دلوقتي في مصر بقوا شبابنا وولادنا دخلوا ابتدوا يدخلوا التخصصات دي طب ما نشبهها للناس بشهولة الجزيء النانو ده واحدة قياس الجزيء النانو الواحدة بتاعت النانو هي قد ايه خلينا اقول للناس عارفين الشعرة الشعرة العادية شعرة الرس دي يعني شعرة الرس شعرة بقى الرجل الرفياء دي على التب بتاعتها أو على بوز الشعرة يوقف قد ايه 10.000 جزيء نانو عشان الناس بتخيل هي صغيرة قد ايه 10.000 جزيء نانو او كرة التنس حجم الجزيء النانو قد حجم كرة التنس مش بالنسبة للستوديو او للتلفزيون او للقاهرة او لمصر هو قد حجم كرة التنس بالنسبة لكرة الارضية عشان ناس تخيل جزيء النانو ده جزيء صغير ادي ده بيدينا يخلينا نقدر نعمل ايه يخلينا نقدر احنا نركب المكعبات او الوحدات البناء بتاعت المواد الكاملية اللي احنا عايزين نعملها بمنتهى الدقة كأنها الطبيعية فالناس بدأت في العالم كله يا جماعة يتحول الطب الى ما يعرف الادوية الى النانو ميدسين ادوية المخلقة بالنانو تكنولوجي طب دي فايدتها ايه كنا بلاسمع على حاجات والناس بتقعد ساعت التاريق العالم المصري فلان الرجل محترم جدا بيعالج بالذهب وفي حاجة شفتوا فلان ده اللي بيعالج بالذهب كانوا بيعالجوا الاورام انا فاكرة كنت باره بيعالجوا الاورام بالذهب يزرعوا الدهب في الحتة المصابة ايوه سرطانات هو كان الجزائيات ان انا بتاخد العالم ده ترميه بس في الحتة دي عشان ما يسيفش اي اثار جانبية على حاجة تانية زيها زي الجراحات التدخلية بالزبط بس بقى ايه عملية نوعية هو راح لده بس للخلية المصابة دي بس مش هبوز اي حاجة فبالتالي كصة الكيمي والريديو دي ما بقاش لها دور اثار جانبية احنا بالنسبة لنا بقى تعمله تابلتس تمامك او تشابه الدوبامين والسيروتونين يعني احنا عندنا كابسولات خاصة بالسعادة موجودة عندنا دواء بناخده نبقى سعدة لمصر لسه بس امريكا عملوا ابحاث واوروبا عملوا ابحاث وبدأت تبقى موجودة يعني انا تخيل الشخص ايه انه سنتين سنتين تلاتة مكسمو هتبقى متوفرة في السوق هتبقى عادي هتبقى عادي الناس بتاخد الكابسولة كنا زمان بناخد كابسولة عشان تمنع تكسير هرمونات السعادة فالعلاج دلوقتي بناخد هرمونات السعادة نفسها طب هل الكابسولة دي او لو انا بعدت جبت من برا يعني علبة السعادة ده هل دمه بيبوصح حاجة تانية في هرمونت ايه؟ بص هي دايما في الطب دايما بنقول الطب بيصلح نفسه يعني في الاول بتبقى الجرعات لو لقى التصنيع عليه اثار جانبية طبعا بيمر بمراحل اللي هو الاول الافتراضية وبعد كنا تصنيع ما ماشي دي حتة علمية ممكن الFDA والكلام ده وبعد كنا في الاخر طلعت في السوق بس حضرتك كدكتور مخ وقصة انت بتشجع الكابسولات السعادة بشجع الطبيعة الاول بشجع الطبيعة الاول وبعد كنا لو احتاجنا لا انا ماخدش كاميكالس لانا اخد حاجة تشابه هرمونات السعادة فهم ما زي؟ بس اشجع الاول اللي بلاش امشي واسمع مصيد طاو انا لازم انهي حالا بس انا عايت اسألت ده سريعا بس 30 ثانية ايه اكتر مرض بيخلي الواحد كئيب فلازم يروح بسرعة لدكتور مخ وعصاب عشان يبقى سعيد السكر الضغط السرطان ايه لا اكتر مرض الهم بس يعني انا افتكرت هتقولي بقى لو اي حد عنده ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وانه هو واخد جزء جيد جدر مسلمها سدقيني ده هيشين من عليه الانجزايتي او القلق اللي هو بيخليه كل الهرمونات طبوز وميبقاش عنده تقبل لأي حاجة عشان كده ممكن تلاقي يا ايمان هنم حد عنده مثلا مرض وربنا مغتليه مثلا بمرض تقيل ومسالك تلاقيه حالة المود وقالك انا احسن منك انت ما شفتيش الناس دي انا مودي كويس وعلى فكرة دول بيكملوا كويس لان الجهاز المناعية بتاعهم ننسي تقول حاجة مهمة للسادر المشاهدين جهاز المناعية بتاعنا بيقوى جدا جدا لما الموت بتاعنا يبقى كويس عشان كده نقول للناس كده سوري ان انا طولت عليكم لا يا دكتور نورتني يا دكتور وشرفتني في حكا عننا اللي بتدينا السعادة وكل جوانا احنا حاولنا نقدم رشدة كده سريعة ازاي نبقى ننام كويس ازاي نبقى صعدة ازاي ناكل كويس الاكلات اللي بتدينا السعادة الرياضة اللي بتدينا السعادة كل ده عشان في الاخر نوصل لمرحلة سعادة تخلي حياتنا احلى وانا عايزة بقى نصيحة مني انا لكل الستات وكل الناس بتفرجوا علينا هرمون الزكورة والانوسة ده موضوع مهم جدا وكبير جدا لما تلاقي بنتك فيها حاجة غلط تلاقي زي ما انا قلت شعري بيطلع في اماكن غلط طريق جسمها تكوينها غلط هنا في مشكلة في الهرمونات مايفحش ابدا ننسى او نعمل نفسنا وشواخدين بالنا اجرب سرعة خديها اعمل لها تحليل هرمونات هيفدها كتير وهيريحها ويخلي حياتها تتزبط اكتر وجسمها يتزبط اكتر ناس كتير او بتعاني من مشاكل في الخلفة بنات عندها المشكلة منوها لسه صغيرة ما بتكتشفهاش غير بعد الجواز دليه عشان الام ما خدتش بلا ان بنتها عندها مشكلة لغبطة هرمونات وكمان شباب كتير اليومين دول شباب كتير وبقت نسبتهم عالية ما بيخلفوش عندهم مشاكل كتيرة كتيرة في الخلفة برضو بسبب هرمونات مش متزبطة الهرمون هي جسمنا كله متحكم بهرمونات لكن النهاردة كنا بنتكلم على هرمون السعادة اتمنى لكم السعادة في طول الوقت وفي اي مكان ويا رب يكون كلامنا النهاردة ادنا نفتكم بالمعلومات دي وان شاء الله اسألكم الحلقة الجاية بقى عملنا تحليل هرمونات ولا لسه شوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله